هاي كيف كون؟ انا حدا بيحب القهوة بنهار تقريبا بشرب 3 مرات قهوة لما جيت على عمان جبت معي ماشين الكوفي طبعا كلها حتيتها بشنطة السفر وجبتها معي على عمان تلع هون بس بيشربوا قهوة هلا تاني مرة بس جيت ما جبت معي ماشين الكوفي ما فيني عامل لطيب القوتل وقررت يعني ما اطلب من القوتل لطيب اجا عبالي اطلع على كوفي شوب اشرب لطيب فتشت على الانترنت بالمنطقة اللي انا قاعدة فيها هون في 15 كوفي هاوس هو اللي بدون المحل السينية حلوة سيدة وسط فمعرفت حالي وين بدي روح فطلبت من متابعيني على انستغرام يبعطوا لي محلات روح عليها حتى اشرب لطيب اذا ما انكن يعملين اللي فالو على انستغرام اللينك بال اعملوا اللي فالو وشوفوا الكنتنطن طبعا اولا بنزل قصص طيوبة على ستوريز وبنزل بوستيت حلوين وكل شي اوبا ينزل على انستغرام اللي اكون صريحة حتيت سؤالين وين قطيب لطيب عمان كمان حتيت سؤال وين اروق كافي شاب بعمان ادي في محلات شاورما بعمان اوكي كتير ادي في محلات بيرجر بعمان كتير كافي شاب بعمان مش معقول شو كتار شايفين ولا بيخلصوا بعطولة تقريبا اكتر من 200 اسم طلع فيه اكتر من 1100 كافي شاب بعمان وين بروح بشرب لطيب؟ دمرت حياتي وين بروح بشرب لطيب؟ حافظة اوه عملت ليست وحطيت اسامي الكافي شاب وكل كافي شاب بينعاد اسمه بحط حدوتيك اكتر محلات انذكر اسمهم رح روح وجربهم فانا رحت جربت اللطيب بكلهم وبكل كافي شاب طلبت نفس الدرنك طلبت لطيب صخناء مع كرامل ميديوم كمان لانه كمان كنت عبالي شوف قديل اسعار وانا بقيت من الساعة 9 الصباحة للساعة 11 بالليل عم ببرم على الكافي شاب بكل محل كنت عب بشرب بلعة صغيرة من القهوة لانه لو شربتن كلهم كانت اكيد صار معي بالقلب مبارح باخر الفيديو رح خبركن اي اكتر لطيب حبيتها ميديهم هاي اول لدة مم زيك مم زك اسبراسولاب قعدتو كتير حلوة والقهوة عندو طيبة قنا رحت على فرع دبوك محل شرح واسع وبتقعدو بتشتغلو وبتشربو قهوة رايحين على قهوة عمر جوربة موسيقى 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 إذا تريد أن تذهب إلى الكافي شوب تتسلوا أنتم وأصحابكم منصحكم أن تذهب إلى عمر زوربا الكافي شوب لديه كثير لطيفة والقهوة لديه كثير طائبة موسيقى 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 المحل هذا الأسترولاب كثير جميل في القادة أنا إذا أبدأ أعمل أذهب إلى الأسترولاب والمكتبة فيه كثير حلوة البوكس وهيك كثير كثير لطيفة علي بعض موسيقى أربعة دين المكان كثير رايق مفي صوت كثير مهل الشغل لترى شأن أنا مضطرب وجويش كثير رايق والقعدة فيه كثير حلوة في قعدة جوك في قعدة برا وفي قعدة على الأرض كثير لطيفة موسيقى 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 كل اللطة اللي كنت عم بطلبون مع كرامال لأنه أنا بالعادة بشرب اللطة مع كرامال بس بديمتري نصحني أنه أخذ بلا كرامال لحتى تبين طعمة القهوة هلا هي كثير طيبة بس أنا مش قادرة تتجج لأنه مش كرامال فعنفكر أرجع أنزل وقال له يحط لي كرامال لحتى أقدر أعرف مضبوط الفرق بالطعمة موسيقى 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 دمتري يعمل هو بلانت طبعه القهوة عنده كثير طيبة صرت شربينة تقريبا 5 لطة فعلق بريك الغدب قد ما شربت قهوة صدت موسيقى مرسي نحنا هلا عند أبو صالح هاي بدي لطة عندك لطة مع كرامال بدي القهوة سادا شعب الأردن يبدل مع الصب لماذا غطيتها؟ عشان الرسمي الدلت علي بالسيارة والله طيبة برئات مرح عند أبو صالح أنا إذا بدي أشرب قهوة مقصد طيبة ومش غالية أ ما دفعنا هق surface لا عيب كيف نسيت .. ينا يا جماعة اروحوا عند أبو صالح اشربوا قهوة هنلا تعقوا للم لأن في واحدة شربت عندك قهوة بنسى إتفعلها ما بدأ لأ déc Ari أرجع بكرة أتفعله صريحة المكان كتير لطيف بلاك أنا عطول كنت أشرب من عنده وعنده لاتي الورد مستحيل شو طيبة أنا كنت عجرب نفس الدرينك ستادي بلايس لتلميز إذا حدا حبي بيدرس كتير رايق لدرجة كان هنا غيثة وفيه هيك نودلز وأكلات هيك قصص تكلوا وأنتو عم تدرسوا هيك هاي أسرع لاتي يا جماعة ما بقى بني أشرب لاتي جاك غلق المحل كتير ملان فأنا مقدرت تصور جوات المحل دايما قلنا بيع شي غير أنا هسترد قد ما شربت قهوة وبعد كل اللاتيات اللي شركتون ما بقى اللي نفس أشرب لاتي بساي كتير طيبة لاتيات هي جمع لاتيات إذا عندكن بساينات قعدوا هون هاي وهيدا المحل بالصيف كتير حلو أنا جيت عليه قبل بمرة بالصيف اللي بيوم الهون كل عمان يعني مو بجبل عماني بس هلق لأنه شتي فهمسكرين المحل الصيفي وفتحين تحت باي كوكوز كتير حلوة لقعدة بعض الظهر كتير رايي كتير مرتب القهوة عنده كتير طيبة وبالليل فيكن تروحوا عندهن هكي فاير بلايس وهكي برد هتلبسوا هكي شيء وبقدموا الكوكيز صغار مع القهوة وهكي بدنا نفوت من بيت الناس نحنا هلق بالواردة هلق راحين على المنارة كتير برد ما قدرنا نشرب قهوة لأنه قراد يسكروا فحناخد سنة من رول ونقعد برد كل محل فيه شيء سبيش كل محل كلهم القهوة عندهن كتير طيبة كنت عم بطلب ميديوم بس الميديوم كتير بتختلف بالحجم بين محل و محلتاني راح تنصدموا بس فارجيكم الكبايات قدي بيختلفوا بالحجم بلاس فيه محلات عنده ون سايز هلا بالنسبة للأسعار أرخص لاتي كانت معنا اليوم هي لاتي أبو صالح يلي سعرها دينار ونص وأغلى لاتي كانت معنا اليوم هي لاتي أسترولاب حق أربعة دنانير ونص إذا عملت ملكة جميل البيبر كبس كوكوز بتفوز معنا مش معقول شو حلوة البيبر كبس وهلأ رح قلكن أي أكتر لاتي حبيتها ما عم بأيم قهوة المحل بولا طريقة أنا عم بحكي أي لاتي أنا حسيتها أطيب ذوقي شخصي أكتر لاتي حبيتها وحسيتها سبيشل هي لاتي عند ألمنت كوفي هاوس وكفيتها كلها مع أنه كنت شرباني كتير لاتي قبلها في كتير كوفي شابس بعمان حلوين ما رحت عليهم أنا لأنه ما كانوا من الأسامل أكتر شين وجدوا بالليس إذا كنتوا عم تسألوا حالكم ليه ما رحت على ستاربوكس أنا كنت عبالي جرب شي موجود مينلي بالأردن ومش كتير موجود برا ذاتس واي ما جربت ستاربوكس كمان ما رحت لعند أنكل أوساكا بعد أنه إجياني اسمه كتير لأنه ما بقدر أعطي رأيي بموضوعية بأنكل أوساكا لأنه كتير محبوه إن شاء الله كون فتتكن بهيدا الفيديو أو أخدتوا فكرة عن الكوفي شابس الأكتر شي معروفين بعمان ما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا هيدا الجرس حتى تشوفوا كل ما منازل الفيديو محبكم كتير إن شاء الله تكونوا مبسطتوا بالفيديو باي باي شكرا عافية أنا جيت مباريح أخدت قهوة بس نسيت أدفع عادي من أجل تسقل لي أديك إن حق ألاك دي لأدفع لك حق أو دينار ونص تانكيو